أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكامل لاستقلال الصومال ووحدة وسلامة أراضيه جاء ذلك خلال لقائه موسى يامودا فاي رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والمختربين في كينيا في مستهل زيارته إلى كينيا وعارب شكري عن تطلعه للتنصيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تناول اللقاء المستجدات على الساحة السودانية والجهود الإقليمية للتوصل لتسوية اللازمة تحفظ وحدة وسلامة السودان واتصالا بتطورات أزمة قطاع غزة استعرض شكري التحركات المصرية مع كافة الأطراف المعنية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع لفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر